السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عمليون ايه يا رب يكونوا بخير انه هده هنعمل سنية مكانة بشاميل ان شاء الله اطرقها تعجبك سهلة جدا جدا بسيطة ما بتاخدش وقت بجد يا جماعة ما خدتش وقت يعني انا منتشت الفيديو يعني تقريبا قصة نصف يعني كل اللي اخدته مننا تلت ساعة ان شاء الله مش هتاخد منك وقت سهلة اقتصادية بسيطة ان شاء الله تبقى جميلة جدا معاك اول حاجة كمية المكانة بتاعتك انا هنا عند كيلو ونص مكانة وهنا يا جماعة حوالي كيلو كبة تفرخ انا استقرأ ده بس اغلبها واحدة ومقطعها مقعبات زي كده ومولع هنا على مية المكانة بتاعتي اول حاجة هخلس لقى المكانة اخر حاجة يعني انا مولع على مية الوقتي ومهدية هنبدأ ان شوح البصلة بتاعتنا طبعا طلت معلق زيت كبار في الطاصة بتاعتنا وبصلة كبيرة بصلة كبيرة مفرمة يدوبك هدبلها يدوبك دي بدت بس اتشوحت معايا بسط كده هنزل بفصلين طوم مفرمين اشوحت طومة مع البصلة يدوبك بس اتطلع على ريحة اضاف الكبدة زي مولفلكوا الكبدة دي واخدها غلوة بس سلقة بس واعدا قطع طمقعبات زي كده دي كبيرة فرخة يا جماعة بتبقى جاملة جدا جدا ما تخافش مش هتبقى زفرة ولا اي حاجة هتبقى في منتهى الجمال احلى من اللحم كمان دي يعني معلقتين صلصة ممكن تستخدم صلصة معلبة او متفرزة دي متفرزة انها بس تدي لون للكبدة معايا حطي طبعا البهرات رشة جس الطيب وملح وفلفل ورشة ارفع بس وخلاص وطبعا حطينا فلفل اخضر بعد ما الكبدة خلاص خلصت معي نبدأ نعمل البشاميل اهم حاجة في البشاميل يا جماعة هعمل كيلو ونص مقررنا ده مج دقيق يعني حوالي هنقول خمس معلق كبيرة دقيق قدهم سمنة خلاص انا هنا بعمل بسمنة سمنة وزيت او ممكن سمنة بس او ممكن زيت بس بس السمنة او الزبدة بتطعام البشاميل وبتخلي طعمه حالي خلاص يبقى الزيت قد السمنة ايه اسفق الزيت قد الدقيق هنشوح كده دقيق كويس عشان طعم الدقيق يروح ويديني طعم حل ويديني لون حلو اللي هو اللون البجل اللي احنا شايفينه ده انزل باللبن بتاعي كيلو ونص المقرنة بحط ايه ثلاثة كيلو دقيق ايه ثلاثة كيلو لبن قد مراتين بشاميل المقادرة يا جماعة مهمة يعني كيلو ونص المقرنة بحط ثلاثة كيلو لبن ثلاثة كيلو لبن انا عندي هنا اثنين كيلو ونص لبن وهزود كمان نص شرب يعني السوايل عندي كده ثلاثة اثنين ونص شرب بقى كده ثلاثة مقادرة البشاميل ثلاثة على كيلو ونص مقرنة طبعا لو زبطت البشاميل بتاعك خلاص المقرنة كده زبطت معك وهتديك احلى طعم ان شاء الله بجد جميلة وهيلة جدا جدا والشرب على البشاميل لطعم تاني بجد بتحليه وبتخليه مسكرة وحلو معك جدا وبيبقى كريم ونعم يعني اهم حاجة بس اول ما بتنزلي باللبن عد ايه تضربي فيه متوقفش الضرب ولو كلكع منك متخافيش ممكن تضربي في الخلاط بس انت لو ايدك فيه ان شاء الله مش هي كلكع منك زي ما احنا شايفين نعم جدا هوا انزل بقى ببقية كمية اللبن بتاعتي زي ما احنا شايفين نزلت باللبن مريتين وشربها مرة يعني انزل بشوية لبن واضرب جامد ولما قومين عم معي انزل ببقية ايه كمية اللبن او الشرب اللعين زي ما احنا شايفين خفيف خلص اهو طبعا لسه هيغلي معي وودي ايه هيستوى وهيدين القوامل اللي انا عايزة نزلت هنا برشة جوزت الطيب وفلفلسود وملح بس ده اللي بيحتاج البشاميل معي بدأ يغلي كده وودي ايه يستوى لازم الجماعة يغلي كده خلاص كده البشاميل بتاعي استوى اطف عليه وانيجي هنا على ايه على اخ الخطر شايفين القوام وطبعا كل ما بيبرد كل ما بيتقل احنا عارفين نبدأ بعل سلق المقارونة هنا خلاص المية غلط المية مفشل لمالح بس يا جامعة مكرونة البشاميل مبحطش عليها الزيت عشان الزيت ميعملش طبق اعزل ما بين المقارونة وما بين البشاميل هاخدها تقليبتين كده ومش هسويها يا جامعة او حتى اخدها تلت تبع سوى لا كفاية علي نص سوى المقارونة البشاميل نص سوى كفاية او غلوتين بس وهصفيها زي ما احنا شايفين احنا شايفين يعني يدوبك شكت كده مستسوى هبدأ بقى اصفيها وزي ما قلتلكم مالحة بس على سلق المقارونة ما بحط الزيت اهي جامعة سلقتها وجبتها اصفتها وجبتها على طول ما بتشطفهاش لا هي سخنة قدامكم هيا وهي سخنة كده هبدأ اتعامل معها اهم حاجة في المقارونة البشاميل تتعامل معها وهي سخنة هتديك ان شاء الله احسن نتيجة لان لو بيضت منك هتعجن وتلزق في بعض حتى لو نزلتها هنزل سوى هنزل هنا بتبشتين بشاميل على مقارونة بتاعتي كما احنا شايفين بتخليها كريمة وتخليها جاملة جدا معي وتساعدك من هنا تتقطع معي اعلبهم كده بعض كويس وعند الصينية اللي هستعملها فهي دهنة زبدة وعند الصينية اللي هستعملها نزلت كده بحوالي 3-4 كبشات يا دوبك بس عملت قاع الصينية بشاميل انزل بنص كمية المقارونة بتاعتي كل حاجة معي سخن يا جامعة البشاميل سخن والمقارونة سخن ان شاء الله مش هتخد معنا وقته خالص وان شاء الله ترى اهد عجبك تبدأ تساوي كده نص كمية المقارونة ننزل بقى بالخلط اللحمة بقى كبت بتاعتك هي نفس التعصيجة يا جامعة تعصيجة اللحمة وكبت واحد تفرد كده ان شاء الله لو قربتها بكبت الفراخ بتبقى جميلة جدا انا بعملها بالكبت بس نمشي القوامص انزل بقى بقى بقية كمية المقارونة اللي عندي بس قبل ما انزل هنزل بكبشتين بشاميلة على الكبت بتتضيلي طعم حلو جدا جدا على الكبت او على اللحمة مكمن بتتقطع معي كويس جدا مجدد ما بتعملي البشاميلة في القواة وتعمليه على الكبت وتعمليه في المقارونة المقارونة بتبقى كريمة معك جدا وتبقى طريقة جميلة ان شاء الله تعجبك انزلت بقية المقارونة بتاعتي وسويها بعد ما انزلت بقية المقارونة بتاعتي يا جماعة البشاميل اللي اللي فض مني جبت بطين على رشة ملح و رشة فلفل سود و ضربتهم كده في البشاميل عشان يحمي اللي وشها انا عملتها قبل كده معاكو بالجبن ان شاء الله تعجبك اهمة حاجة بس تسوي كده بتنزيب البشاميل اللي بتاعك على الواش وبالنسبة للتسويه يا جماعة بنزل شبكة الفرن على الصاجة تحت وبحط صنية المقارونة وبهدي خالص من فوق الشوائية بتبقى هدي الشوائية بتبقى هدي خلاص وعلى وسط من تحت خلاص مبتاخدش معي عشرين خمسة وعشرين دقيقة يدرك بس البشام اللي بتاعي بينشف خلاص يا كده استوات خلاص مبتاخدش وقت خالص حوالي خمسة وعشرين دقيقة وده شكلها يا جماعة شكلها بجد تحفة جدا لو فيديو بقى نرد عجبك لايك واشتراك في القناة استوداعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة